اهلا بحضراتكم جديد كل متابعين متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان النهاردة بيوافق الذكرى السابع على الخبر المفجع في 29 يونيو عام 2015 هو اغتيال واستشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بعد قيام مجموعة من الارهابيين باستهداف وتفجير موكبه في نهار رمضان واثناء تواجهه من منزله لعمله بدار القضاء العالي استشهد المستشار هشام بركات في حادث تفجير لسيارة مفخخة اثناء مرور موكبه عقب خروجه من منزله باحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر في مصر جديدة اصفر الانفجار عن اصابة تسعة اشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام كما تسبب في احداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار قصدت الجماعة الارهابية باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات هو بث الرعب في نفوس المصريين الذين وقفوا ضد اخوانة الدولة في 30 يونيو عام 2013 كان للمستشار هشام بركات دور كبير وقت ان كان رئيسا للمكتب الفني لمحكمة الاسماعيلية حيث نظرت المحكمة قضية هروب المساجين في ثورة 25 يناير والتي اتهم فيها قيادات لجماعة الاخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ورغم محاولات الاخوان وقف القضية وعدم تدولها يعني وقف المستشار هشام بركات في وجه تلك المحاولات وانتهت القضية بالامر بالقبض على قيادات الاخوان وقت ان كانوا في الحكم وعلى الرغم من قرارات المستشار هشام بركات باحالة الارهابيين الى المحاكمات وقت ان كان نائبا عاما الا انه حرص على مستقبل الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا رأي ويعني حرصا منه على ذلك دعا الى مبادرة لدراسة الحالات المحبوسين من الطلبة واتخاذ عشرات القرارات بالافراج عنهم بعد عام على اغتيال المستشار هشام بركات وبالتحديد في 6 مارس 2016 اعلن وزير الداخلية وقتها اللواء مجدي عبدالغفار القبض على قتلة المستشار هشام بركات واكد ان جماعة الاخوان وراء تنفيذ هذا الحادث الارهابي وشاركها في التخطيط افراد من حركة حماس بقطاع غزة واوضح عبدالغفار ان عدد اعضاء الخلية التي نفذت هذا التفجير بلغ 48 متهما نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد هشام بركات بناء على تكليف من القياد الاخواني الهارب في تركيا يحيى موسى قرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق في مايو 2016 احالت 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016 قصر امن دولة العليا والمعروفة اعلاميا باغتيال هشام بركات لمحكمة الجنايات بعد سلسلة من اجراءات محاكم المتهمين ايادت في النهاية محكمة النقد حكم اعدام 9 من المتهمين في القضية وفي فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الاعدام شنقا الحقي هؤلاء داخل سجن الاستئناف واشهر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التوطية من تلفزيون يوم السابع شكرا جزيلا لكم والى اللقاء